أبداً لم تترك مصر فلسطين ولن تترك مصر فلسطين أو أهلين الفلسطينيين وهتستمر دايماً كل الجهود الممكنة والتي لن يتصورها حتى العقل البشري اللي هتقدمها مصر علشان خاطر فلسطين وأهلين الفلسطينيين لأنه بمنتهى البساطة زي ما كنت بقول لك هين مسألة مش بس من وقت 7 أكتوبر في 2023 لا هي الدولة الأولى التي هبت لأجل فلسطين كانت مصر من ساعة بزوغ هذه القضية من قبل حتى حرب 48 أو حتى من قبل قرار التأسيم بتاع 47 فمصر كانت طول الوقت داعمة لحق الشعب الفلسطيني وحقه في أرضه وعلى كامل أراضيه كمان حتى أنه المقاربات السياسية المصرية أو مقاربة السيسي كما توصف في أحوال كثيرة في الصحافة الأوروبية واللي هي قائمة على حل الدولتين بالأساس على حدود 4 يونيو 1967 على أن تكون الأودس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية الحرة والمستقلة هي المقاربة الأهم والأكبر بل وهي الأرصخ بل وهي تقريبا الأكثر قبولا لدى كل الأوساط السياسية إذن مصر بتشتغل على إيه؟ بتصل بتشتغل على أنه أن تصل إلى تنفيذ هذه المقاربة اللي هي مقاربة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل نهائي لهذا الصراع طيب مصر مستمرة طبعا مصر مستمرة وبمنتهى الوضوح والعلانية بتفضل مساندة إنسانيا للشعب الفلسطيني كمان مش بس سياسيا مش بس علشان تبادل الأسرة مش بس علشان إقرار هدنة طويلة قدر الاستطاعة لكن كمان عشان نقدر نكمل في مساعدتنا الإنسانية اللي إحنا بنشوفها حق الشعب الفلسطيني علينا حق للشعب الفلسطيني إحنا بنشوفها كده فتنفيذة لتوجيهات فخمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهلين في فلسطين أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز طائرات النقل العسكرية والتي تحمل بمئات الأطنان رجل أليك شايف الكسحات عليها المساعدات عاملة إزاي علشان تتشحن جوه الطيرات مساعدات عاجلة للتخفيف من وطئة هذا العدوان وهذه الأزمة على أهلين من سكان قطاع غزة فلسطين وبالفعل قواتنا الجوية نفذت أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات بمناطق متفرقة بشمال القطاع أطنان كثيرة يتم إسقاطها على أهلين لأجل وصول المساعدات إليهم وبأي شكل من الأشكال فإن أغلق العدو المعبر من جهته إحنا هنطير فوق غزة وهنزل المساعدات ده دورنا ده دور طول عمر مصر بتلعبه وطول عمر مصر فخورة به وترى أنه واجب عليه قبل أن يتحدث أي حد وقبل أن يشير أي حد مصر بتشوف أن ده جزء من دورها في هذه المنطقة منطقتنا العربية مش بس كيفما يسميها الأجانب الشرق الأوسط ولا التسمية الأخيرة بحكاية الشرق الأدنى والقصص بتاعتهم مصر لتنظر إلى ذلك مصر تنظر إلى الوطن العربي مصر تنظر إلى إفريقيا مصر تنظر للإنسانية ولا تترك الإنسانية في أي حتة وركز في أي أزمة مرت علينا أو على الإنسانية خلال العشر صنين اللي فات مصر كانت دايما وقفة بجانب المأزومين